تتواصل مأساة النازحين في المخيمات وتتجدد فصولها مع قدوم الشتاء في ظل انشغال الساسة باقتسام الغنائم الانتخابية وغياب الدور الحكومي عن دعم هؤلاء الذين جنت عليهم حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل بعد الإعلان الحكومي عن النصر وانتهاء العمليات العسكرية في مختلف المحافظات العراقية خفت صوت الداعمين لحقوق النازحين وتفاقم التغافل الحكومي والدولي عن أوضاع مخيماتهم المهترئة منذ سنوات فازدادت أوضاعهم سوءا مع هطول أول موجة أمطار لتصبح مخيماتهم أشبه بمستنقعات مائية أكثر المنظمات المحلية والدولية التي كانت تولي المخيمات اهتماما توقفت بحسب النازحين عن تقديم دعمها لهم منذ بداية العام الجاري فباتوا يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة السوء في المخيمات لا سيما في أوقات الأمطار والعواصف التي تقتلع الخيمة وتغرقها جراء عدم تجهيزها بالشكل اللازم لمقاومة المناخ خلال الشتاء حقوقيون يؤكدون أن دور الحكومة عبر وزارة الهجرة والمهجرين ليس بمستوى المعاناة التي يعيشها النازحون إذ أنه يقتصر على تقديم بعض السلات الغذائية وهذا لا يكفي لإنهاء معاناة أكثر من مليوني نازح ما زالوا يقطنون في المخيمات وهو الأمر الذي حذرت منهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين داعية إلى حمايتهم وتأمين عودتهم الطوعية إلى مناطقهم وبالحديث عن عودة النازحين يفتح الباب أمام تساؤلي بشأن إعادة الإعمار في المدن المدمرة ذلك الملف الذي خصص له في موازنة العام المقبل ما يقل عن مليار دولار الأمر الذي يطرح مزيدا من التساؤلات بشأن جدية الحكومة في إعادة الإعمار وتأمين عودة النازحين ناهيك عن التخفيف من معاناتهم وتقديم الدعم والمساعدة لهم في مقيماتهم ترجمة نانسي قنقر